المورد الثالث وهو سيد قطب مولانا في ظلال القرآن والتعبير القرآني كذا إن في ذلك فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر ملبيا لحاجته الفطرية نفسية وعقلية وجسدية فلا طريقة للتكامل إلا من هذا وإذا وجد طريق آخر فليس هو أفضل الطرق وأقصر الطرق وأحسن الطرق أحسن الطرق ماذا؟ قد يقول لا واحد مولانا حصور لا يريد أن يتزوج ماكو مشكلة ولكنه القرآن يقول أفضل الطرق ما هو؟ ها؟ هذا الطريق فإن من سنة التزوج هذه السنة ماذا؟ هذه سنة نبوية وهي سنة مرتبطة بفطرة الإنسان فلهذا ولهذا قلنا حديثنا الآن في عالم التكوين لا في عالم التشريع في عالم التشريع له بعث آخر بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار ويجداني مو يجد الرجل مو تجد المرأة ويجداني في اجتماعهما السكنة والاكتفاء ما أدري واضح صلى هذا من المورد الثالث مولانا المورد الرابع مولانا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه المجلد السادس عسر مولانا في ذيل هذه الآية اللي فصل الكلام فيه والحق خير ما أفصل فيه صفحة 166 من الجزء السادس عشر يقول فقوله أن خلق لكم قراء من جنسكم قراء يعني خلق لكل واحد منكم ما هو قرينه مو خلق للرجل قرينه لا خلق للرجل قرينه وللأنثى ماذا قرينه أن خلق لكم أي خلق لأجلكم أو لينفعكم من جنسكم قراء وذلك أن كل واحد من الرجل والمرأة مجهز بجهاز التناسل هسا ذهب إلى البعد ماذا؟ إلى ما يرتبط بالتوالد ما كون مشكلة أيضا كذلك تجهيزا يتم بمقابلته قال فكل واحد منهما ناقص في نفسه مفتقر إلى الآخر ويحصل من المجموع واحد تام وهذا هو النظام شنو؟ نظام الوصل فكل واحد منهما شنو؟ ناقص هن لباس لكم وأنتم لباس لكم بعد قرأنا لكم من سورة البقرة لا لا يتبادر إلى الذهن هن حافظات لكم وأنتم ماذا؟ حافظون لهن لا يتحقق هذا الحفظ وهذا اللباس إلا ماذا؟ إلا بهما هسا لا يتحقق يقول لا يوجد أحد مولانا يحفظ نفسه من الانحراف من غير زوجه أقول نعم ولكن القرآن يقول أن أفضله أحسنه أقصره يا طريق هذا الذي أقوله أنا قد قد يحصل من غير ذلك ولكن شنو؟ مو أقصر الطريق مو الصراط المستقيم مو الصراط المستقيم الصراط المستقيم ما هو؟ هذا الطريق الذي أشار إليه القرآن الكريم قال ولهذا النقص والافتقار يتحرك الواحد منهما إلى الآخر مو تتحرك المرأة إلى الرجل أو يتحرك الرجل إلى المرأة لا 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 كل واحد منهم ها يفقد شيئا يجده عند الآخر ومو بالضرورة التماثل ها مو الذي يفقده الرجل هو الذي تفقده المرأة لا ليس الأمر كذلك فما يفقده الرجل غير ما تفقده المرأة هذا معنى الاختلاف هذا معنى الاختلاف ولكنه معنى الاختلاف والتناسب يعني شنو؟ يعني ما يفقده لا تجد ما تفقده لا تجده إلا عند من؟ إلا عند الرجل وما يفقده لا يجده إلا عند من؟ هذا معنى التناسب مو مطلق الاختلاف اختلاف مع ها؟ مع التناسب مع نظام هندسي دقيق في نظام التكوين أنه لا يجد ما يفقده إلا عند من؟ وإلا قد جنابك ملانة تفقد الماء ولكنه تذهب إلى ماذا؟ إلى الحجر يرفع عنك العطشة ولا يرفع؟ من الذي يرفع العطش؟ ها؟ الذي يرفع العطش الماء فلابد أن توجد مناسبة بين المفقود وبين الذي تحتاج إليه وهذا هو نظام الخلقة الذي أشار إليه القرآن قال ولهذا النقص والافتقار يتحرك الواحد منهما إلى الآخر حتى إذا اتصل به سكن إليه يعني قبل الوجد قبل حالة الفقدان متحركون له ساكن متحركون إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى قريمه فاشي يصل ملان؟ سكون لأن لأن كل ناقص مشتاق إلى كماله وكل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره وهذا هو الشبق المودع في كل من هذين القرينين ولا يمكن أن ينطلق إلا إذا انحرف الإنسان عن فطرته ممكن قوله ممكن ولكن هذا شاذ بعد يصير شاذ عن الفطرة مو شاذ عن التشريع لا لا شاذ عن الفطرة الإلهية أو الفطرة التكوينية التي خلق الإنسان منها ترجمة نانسي قبل